قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات فعالة في مواجهة تغير المناخ وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يحتاج إلى 100 مليار دولار للوفاء بالتزاماته بشأن تغير المناخ حتى عام 2030 نحن نحتاج إلى العمل من خلال مبادرات قوية وإظهار طرق نحو الاستثمارات ويجب أن يكون هناك آليات من أجل بناء اقتصادات بها صمود مناخي وهناك التزامات سنوية للأسف قد انقفضت كثيرا التزامات مالية ويجب أن نعيد الثقة بين الدول والنظام الدولي وهذه خطوة مهمة من أجل الوفاء بالالتزامات المالية العام 2025 في أفريقيا هناك 100 مليار دولار نحن في احتياج لهم للوفاء بالالتزاماتنا العام 2030 وهناك فجوة كبيرة قد تصل إلى 440 مليار دولار